في نهاية الدور 13 قفلت بتسعة سلسلة ومنزلقة في أول حشو أمامي بدأت بي الدور للدور الجديد همشي كمان منزلقة علشان أكون وقفة في فراغ الخمسة سلسلة بعد كده هشتغل هرتفع سلسلة واحدة في فراغ الخمسة سلسلة هعمل ستة عمود عادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد كده هعمل تمانية سلسلة مش هشتغل في الاتنين حشو اللي عملتهم في الدور اللي فات هنا حشو الأمامي ده مش هشتغل فيه هعمل تمانية سلسلة واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هروح على فراغ السلسلة الوحدة هنا كان عندي عمود أمامي سلسلة عمود أمامي في فراغ السلسلة هشتغل تلاتة عمود برضو مش هشتغل فيه العمود الأمامي خالص تلاتة عمود عادي فيه فراغ السلسلة بعد كده تمانية سلسلة واحد أنا أصدق فيه فراغ السلسلة الوحدة هنا تلاتة عمود بعد كده تمانية سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية عندي فراغ خمسة سلسلة أعيد أعمل فيها ستة عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة أنا كده بعيد اللي اشتغلته قبل كده تمانية سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية في فراغ السلسلة هعمل تلاتة عمود واحد اتنين ثلاثة بالشكل داي يبقى التكرار عندي في فراغ الخمسة سلسلة هاشتغل ستة عمود تمانية سلسلة في فراغ السلسلة الوحدة هاشتغل تلاتة عمود تمانية سلسلة وأقرر لنهاية الدور. في نهاية الدور الاربعتاشر افعلت به الثمانية سلسلة. وهي منزلقة في اول عمود. بدأت به الدور. للدور الجديد. همشي اتنين منزلقة كمان. منزلقة في العمود التاني ومنزلقة في العمود الثالث. عشان بس اكون موجودة في العمود الثالث. هبدأ منه الدور. لكن هرجع اشتغل تاني في العمود الاول والتاني اللي انا فوتهم او عملت فيهم منزلقات. لجمس عشان قفلت الدور تكون مظبوطة وسهلة بالنسبة لي. وانا في العمود الثالث. انا في الجزء ده كان عندي ستة عمود. في العمود الثالث. هرتفع سلسلة. وفي نفس العمود اللي انا فيه. هعمل عمود بلفة امامي. هدخل من تحت العمود الثالث. وعمل عمود. في العمود الرابع هعمل عمود. بلفة امامي برضو. بعد كده هعمل سلسلة. واحدة. بعد كده بين العمود الخامس والسادس. بين العمودين. مش في غرزة السادس. دي هنا غرزة العمود السادس. هنا بين العمودين. فانا التاني ومش هكمله. التالت ومش هكمله. هقفل الكل مع بعض. وفي فراغ السلاسل اللي عندي فراغ التمانية سلسلة. هعمل عمود واحد. عمود ستة سبعة. هروح على التلاتة عمود اللي عندي هنا. هتجاهل الاول. العمود الاول وهتجاهل العمود الاخير. وفي العمود اللي في المنتصف هعمل تلاتة عمود. عمود بلفة عادي. بس التلاتة عمود هيبقوا هما تلاتة في نفس الغرزة. اللي هي في العمود فوق العمود الثاني. العمود اللي في المنتصف. بعد كده هعمل سبعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. هاجي هنا في في فراغ السلسلة في فراغ التمانية سلسلة هعمل عمود عادي. عمود بلفة عادي. في فراغ السلاسل. بعد كده بين العمود الاول والتاني هعمل عمود مجمع من تلاتة عمود بلفة. اول عمود ومش هكمله. التاني ومش هكمله. التالت ومش هكمله. معايا اربع حلقات على الابرة. هسحب خيط واطلع منهم كلهم. بعد كده هعمل سلسلة واحدة. هروح عند العمود هنا من العمود التالت من مجموعة الستة عمودة. ده واحد اتنين تلاتة. في التالت هعمل عمود امامي. في الرابع هعمل عمود امامي. بعد كده سلسلة واحدة. بين العمود الخامس والسادس هعمل عمود مجمع من تلاتة عمود بلفة. معايا اربع حلقات على الابرة. اتحب خيط واطلع من الكل. وفي فراغ التمانية سلسلة اعمل عمود بلفة عادي. انا كده بكرر. هرجع اعيد تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. في التلاتة عمود. هشتغل تلاتة عمود في العمود التاني. وهتجاهل العمود الاول والعمود الاخير. بعد كده سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. هاجي هنا. في فراغ التمانية سلسلة هعمل عمود. عمود بلفة عادي بين العمود الاول والتاني بين العمودين. هعمل عمود مجمع من تلاتة عمود. هقفل الكل مع بعض. سلسلة واحدة فراغ. في العمود التالت والرابع هعمل عمود امامي في كل عمود فيهم. ده كده العمود التالت. والعمود الرابع عمود امامي. عمود بلفة امامي في كل عمود منهم. بعد كده سلسلة واحدة. وبين العمود الخامس والسادس. هعمل عمود مجمع من 3 عمود بلف بعد كده في فراغ 8 سلسلة من الدور اللي فات هعمل عمود بلف عادي بعد كده 7 سلسلة واحد اتنين 3 اربعة خمسة ستة سبعة وأكرر في العمود الثاني من مجموعة الثلاثة عمود أعمل ثلاثة عمود فوق العمود الثاني وهكذا أكمل يبقى أنا الدور بتاعي بيبدأ من العمود الثالث والرابع في مجموعة الست عمود في العمود الثالث والرابع بعمل اتنين عمود أمامي عمود كل واحد فيهم بعد كده سلسلة و عمود مجمع بين العمود الخامس والسادس عمود مجمع من ثلاثة عمود بلف و في فراغ الثمانية سلسلة بحط عمود واحد عادي بعد كده سبعة سلسلة في مجموعة الثلاثة عمود بعمل ثلاثة عمود في العمود الثاني بعد كده برجع أعمل تاني سبعة سلسلة وأعيد نفس اللي اشتغلته عمود في فراغ الثمانية سلسلة عمود مجمع من ثلاثة عمود بين العمود الأول والتاني سلسلة واحدة عمود أمامي في العمود الثالث عمود أمامي في العمود الرابع سلسلة عمود مجمع بين العمود الخامس والسادس وعمود عادي في فراغ الثمانية سلسلة وهكذا لنهاية الدور في نهاية الدور عندي آخر سبعة سلسلة هعمل عمود في فراغ الثمانية سلسلة هنا قبل المجموعة الأعمود على طول بين العمود الأول والتاني هعمل عمود مجمع من ثلاثة عمود بعد كده هعمل سلسلة واحدة ومنزلقة في أول عمود أمامي بدأت بالدور بالشكل ده بعد كده لقى الدور الجديد هرتفع سلسلة وهعمل عمود أمامي في نفس العمود اللي أنا فيه وعمود أمامي في العمود اللي بعده يبقى عمود أمامي في العمود الأمامي الأول وعمود أمامي فيه العمود الامامي التاني بعد كده هعمل اتنين سلسلة واحد اتنين بين العمود المجمع والعمود العادي هعمل عمود مجمع برضو من تلاتة عمود بلفة اقفل الكل مع بعض فيه فراغ السبعة سلسلة من الدور اللي فات هعمل اتنين عمود بلفة يبقى الجزء ده اشتغلت فيه بين العمود المجمع والعمود العادي اشتغلت عمود مجمع فيه فراغ السبعة سلسلة عملت اتنين عمود بلفة عادي بعد كده عندي في الدور ده ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في مجموعة التلاتة عمود اللي في المنتصف برضو هعمل تلاتة عمود في العمود التاني هتجهل برضو الاول والاخير وهعمل تلاتة عمود بعد كده ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة فيه فراغ السبعة سلسلة قبل العمود هنا قبل العمود بلفة هعمل اتنين عمود لأني برجع أشتغل مراية للي اشتغلته في الناحية اللي فاتت بين العمود ده والعمود المجمع هعمل عمود مجمع بعد كده اتنين سلسلة واحد اتنين عندي اتنين عمود أمامي هعمل عمود أمامي في كل عمود أمامي فيهم اتنين سلسلة واحد اتنين أنا كده بدأت أقرر بين العمود المجمع والعمود الفردي أو العمود العادي هعمل عمود مجمع من ثلاثة عمود معي اربع حلقات على الابر أسحب واقفل الكل مع بعض بعد كده بعد العمود هعمل اتنين عمود بلفة عادي بعد كده سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في مجموعة الثلاثة عمود هتجاهل اول عمود في الثاني هعمل ثلاثة عمود في نفس الغرض بعد كده ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اقرر اتنين عمود في فراغ السبعة سلسلة واحد اتنين بين العمود الفردي أو العمود بلفة العادي والعمود المجمع هعمل عمود مجمع اتنين ستة 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 بلفة ستة 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 س سبعة سلسلة هعمل اتنين عمود واحد اتنين واكرر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة وتلاتة عمود في العمود اللي في المنطقف. وهكذا اكرر يبقى في الدور ده عندي اتنين عمود عمود مجمع اتنين سلسلة اتنين عمود امامي اتنين سلسلة عمود مجمع اتنين عمود. في نهاية الدور ستاشر قفلت بستة سلسلة. اتنين عمود في فراغ السبع سلسلة مالدور اللي فات. وبين العمود الاول والتاني عمود مجمع من تلاتة عمود. اتنين سلسلة ومنزلقة في اول عمود امامي. بدأت به الدور. ليه الدور الجديد هرتفع سلسلة. في العمود الامامي الاول هعمل في تزايد باثنين عمود امامي. ده اول واحد وده تاني عمود امامي في نفس الغرزة. يبقى العمود الامامي الاول هعمل في تزايد. بعد كده عندي اتنين سلسلة. واحد اتنين في العمود الامامي التاني هعمل برضو في تزايد. اتنين عمود امامي في نفس العمود. بعد كده عندي اتنين سلسلة واحد اتنين بين العمود المجمع والتنين عمود هعمل عمود مجمع برضو من ثلاثة عمود في العمود الأخير أو الثاني هعمل فوق عمود في فراغ الستة سلسلة هعمل اثنين عمود بعد كده خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة في مجموعة الثلاثة عمودة هعمل ثلاثة عمود في المنتصف زي الأدوار اللي فاتت خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة أرجع أشتغل مراية هعمل اثنين عمود في فراغ الستة سلسلة عمود واحد فيه اول عمود هيقبلني بين العمود العادي هفوض عمود وبين العمود العادي والعمود المجمع هعمل عمود مجمع من ثلاثة عمود بعد كده اثنين سلسلة واحد اثنين كده هبدأ أرجع أعيد تاني من الأول في العمود الأمامي هعمل تزايد اثنين عمود أمامي في أول عمود اثنين سلسلة فراغ في العمود الأمامي التاني هعمل تزايد برضو اثنين عمود أمامي في نفس الغرزة اثنين سلسلة بان العمود المجمع والعمود العادي هعمل عمود مجمع من ثلاثة عمود في العمود التاني هعمل عمود وفي فراغ ستة سلسلة هعمل اثنين عمود خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ثلاثة عمود في العمود اللي في المنتصف أرجع أشتغل مرايا خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اثنين عمود في فراغ الستة سلسلة في العمود الأول اللي هيقابلني هعمل عمود يبقى كده عندي هنا في ثلاثة عمود اثنين منهم في فراغ السلسلة وواحد فوق أول عمود هتجاهل العمود التاني بين العمود التاني والعمود المجمع هعمل عمود مجمع من ثلاثة عمود أقفل الكل مع بعض اتنين سلسلة فراغ هرجع أعيد العمود الأمامي الأول هعمل فيه تزايد اتنين سلسلة العمود الثاني أو الأمامي الثاني هعمل برضو فيه تزايد واثنين سلسلة وبين العمود المجمع والعمود العادي أعمل عمود مجمع من ثلاثة عمود هتجاهل أول عمود في العمود الثاني هعمل عمود فيه فراغ الستة سلسلة من الدور هعمل اتنين عمود خمسة سلسلة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة وأشتغل بنفس الطريقة لنهاية الدور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر